بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات هيا بنا نكمل الدرس الأول وهو مقدمة عن المصفوفات وأنظمة المعادلات الخطية تعرفنا في الجزء الأول من هذا الدرس على معنى المعادلة الخطية Linear Equation والآن نتعرف على معنى System of Linear Equations أو معنى النظام الخط النظام الخطي ببساطة هو عبارة عن عدد من المعادلات التي تصف N من المتغيرات فمثلا النظام الذي أمامنا في هذا المربع هو نظام يتكون من M من المعادلات في عدد N من المتغيرات الآن متى نطلق على النظام الخطي أنه متجانس Homogeneous ومتى نطلق عليه أنه غير متجانس Non-Homogeneous يخضع هذا إلى الثوابت الموجودة على يمين المعادلات وهي B1 وB2 إلى Bm فإذا كانت كل هذه الثوابت أصفاراً سمي هذا النظام Homogeneous Linear System أي نظاماً متجانساً أما إذا كان أحد هذه الثوابت على الأقل ليس بالضرورة أن تكون كلها أعداد واحد فقط فيها هو عدد فسمي هذا النظام Non-Homogeneous Linear System أو نظام غير متجانس نأخذ مثالاً على النظام المتجانس 2X زائد Y يساوي 0 X ناقص 3Y يساوي 0 تلاحظ هنا هذا نظام خطي مكون من معادلتين في المتغيرين X وY والطرف الأيمن في كل المعادلتين هو 0 فهذا نظام Homogeneous Linear System نأخذ مثال على النظام الغير متجانس لو كتبنا مثلاً 2X زائد Y يساوي 1 وX ناقص 3Y يساوي 4 في الطرف الأيمن يوجد هنا أعداد ولذلك سمي هذا النظام غير متجانس أو Non-Homogeneous Linear System ترجمة نانسي قنقر